أصدقائي العزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا في مشرية الله لهذا المساء من كنات صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخ أبو أحمد، الأخ أبو أحمد يقول والله ماهدل شلون أبدي وياك حجينك قلت له شلون ما تبدي أبدي براحتك، يقول إحنا يوميا ملهينا بموضوع، يوميا مقشمرين بموضوع قلت له شلون؟ قال إجا خليجي 25، كلها تحتي على خليجي 25 إش قال الخليجي وإش قال الخليجي؟ خلصنا من الخليجي وأثناء فترة خليجي 25 اللي الله سبحانه وتعالى وفقنا به وأخذنا الكيس قاموا بعض الناس يحكون هل الخليج فارسي أم عربي أو عراقي أو كذا وبدت المشاكل والحشي أخذولهم هم ماتين شهر شهرين وعدم مجيء كاظم السائر هم أخذ لفترة وبعدين فتت هذول جوكرية وذول ذيول ويتعاركون بيناتهم وبعدين جدتي يعني ما أدري يقول يوميا مطلعين شغلة يوميا شغلة مطلعين آخر شي طلعونا شغلة هاي المنارة المنارة مع الجامع السراجي اللي آي للسقوط اللي يتيت توقع وما أخذ نص الشارع ومأذي الناس حقيقة هم أخذوا لهم فترة بيها يعني يوميا شغلة طلعين بيها وهسه آخر شي شغلة سلوان والقرآن يقول هاي شغلة سلوان احنا ندري بيها عمل استفزازي غلط هذا الشخص غلط بحق المسلمين ولكن شوف كلها قامت تحكي بيها وكلها تنادي وتشوف وكأنما صارنا احنا فتناس مؤمنين ماكوا مثلنا قلت لأيه قال ولكن نسو نسو المتقاعد يا أخي يا أخي المتقاعد خمسمية ده ياخذ ويقصون من عدة مال السلفة الماخذ ثلاث ملايين حسبوها أربع ملايين ونص وشوية والماخذ خمس ملايين حسبوها سبعة ونص وشوية والماخذ عشر ملايين حسبوها خمسطعش مليون وشوية يعني يقول يقول يعني هذا الفائز اللي ياخذه يقبل الله به وهو منه اللي متقاعد أخذ سلفة راح بيها تونس مثل زوجة نوار عاصم زوجة الحلبوسي الله يسر عليها إن شاء الله وعلى كل نساء العالم منه راح مثل زوجة الحلبوسي للمصايف وللدول أوروبا الصيف ماكوا لو نسوي عملية لعيونها لو فقرات لو ظهرة لو رجلة لو مادي شنو وأقل شيء أقل شيء واحد بيهم راح سوى طبق الكاشة ما للبيت لأن بيتها قرف على الكاشة لو سوى بناله غرفة من بلوك الإبنة يعني ما رتاح هنا في حين القانون العراقي يقول لازم تهيئ الحياة الحرة الكريمة للمواطن العراقي وينها حياتها حسا احنا يقول والله مدى أفتهم يعني ليش مدى تهتمون للمتقاعدين مو بس المتقاعدين المتقاعدين والمستفيدين منو إلهم منو إلهم المتقاعد والمستفيد منو إلهم طبعا البعض لربما ما يعرف من المستفيد المستفيد هو المتقاعد حشاكم اللي الله مطيح حظه بالعمل من كان بالدوام هو ماكل الهبري وطلع تقاعد هالمرة بالزايد ومن توفى يسمون عائلة المستفيد يصير رات بـ 225 مية وخمسة وسبعين ما يتجاوز لـ 300 ألف دينار زين وين يوديهم؟ أفرض بيئة ملكة ولو بيوتهم مو ملكون بس أفرض بيئة ملكة يعني تكفي ثلاثمية لو ميتين وخمسة وسبعين مصرف شهر كامل زوج أطفال وأمهم يا جماعة يا جماعة واحد واحد نصدق يدق على رأسه ويلطم الله العظيم إحنا وياما دي نحتي وانا سيد الأصلاح وانا شيخ الأصلاح وانا حج الأصلاح وانا استاد الأصلاح وان دكتور الأصلاح وانكم أنتو أنتو اللي تحشون بالأصلاح كلكم السياسيين رجال الدين والعلمانيين والليبراليين والقيمتية وكلكم كلكم بدون استثناء أشو ليه تساكتين يعني حتى إذا أنتو موية الحكومة حتى لو أنتو مهما تكون قلوا لي يا برئيس الوزراء عم السيدة إيس مجلس الوزراء شنو قصة المتقاعدين ليش هاي الرواتب تضحله هذا المستفيد ليش رواتب هيك تضحله والباقي عليك حجي لأنني ما ريد أطول عليك وما ريد أتابك يا أبا قبل لا أقول لك أشكرك وجزاك الله خير وتشخليت لي يعني أنا شريد أحتيت أنا شريد أحتي ما ديش أحتي يلا على كل نحتي لنا في الدحتها يحتي هاي تين أخواني الأعزاء أحنا نعرف العراق من زمن ذاك النظام والقبله كل فترة يطلع عندنا فتشغلة إله الشعبية ذاكة كان ملهينة بالقادسية وبالمعجون مع الأكيل مرة بجقير سومر مرة ما أدربيش مرة بالجواسيس مرة بالخوانة مرة مرة يومية شغلة وخالنا مشغولين البال وبهاتنا مشغولة حقيقة الظاهر الجماعة ما أخذيها من ذاك النظام يوم القرآن احترك هذا ليش مؤمن ومو مؤمن هاي المنارة هذا الخليج 25 الخليج عربي لو ومو عربي لو فارسي خل نطرد فلان ونخلي فلان نحرق فلان ونضرب فلان يوم التهجم على مقرات حزب الدعوة يوم يعني ما أدري ما أدري احنا ليش مو مثل بلدان العالم هال شوفوا بلدان العالم مش ده شوي شوفوا بلدان العالم البنى التحتية البنى التحتية مالتها يخلون يخلون بالشوارع تبريد مثل قطر وغير قطر بالخير عليهم تبريد تتمشي بالشوارع يطلع لك هوا بارد هس احنا تبليط ما عدنا هاك شوف السيدة نوار عاصم قال على سفرة سياحية لأوروبا ضايجة حقها ضايجة بس أنا أقولها شو رحتي لأوروبا ذولة اللي حرقوا القرآن مو تقرون يا بذولة كفار وذولة مخوش أوادي السويد والدنمارك وأوروبا كلهم أشو تترحون هناك عم محمد الحلبوسي دير بالك على شعبك أنت صاحب سلطة تنفيذية أنت تشريعية العفو أنت سلطة تشريعية أنت شرع عندنا قوانين وين هالقوانين شرعتها ما هدت شويت ما دعني ما لدي عاتبك وما لدي أحجب هذا الموضوع ليش ما لدي أحجب هذا الموضوع لأن لأن يعني ماكو فائدة ماكو فائدة أنت شون صرت رئيس مجلس نواب والله ما أدري بس أقول حجاية واحدة على قولة أخواننا أهل الموصل الكرام يقولون طاح حظة وقت صدق الله طاح حظة وقت اللي أنت تصير رئيس مجلس نواب ها وهي وضعية العراق يصدر أربع ملايين ونصف برميل ها وراتب المتقاعد هل قد ما يصير يا أخوان ما يصير شوفوا الصمونات أربع قرص خبزة بألف تعال هذا خباز يبيع أربع قرصة بألف وهذا يبيع ثمان صمونات بألف ها وش قدوت هالصمونة هل قدوتها وإنا وزير التجار هالصحنا قمنا نخربط على الصمون وعالخبز وعلى على هذا حرق القرآن وعلى المنارة عمي هي مليوسة يلا يا أخوان اللي يفتهم من الموضوع خليفتهم والما يفتهم احنا حقيقة حشينا كلها تخربط والله العظيم على قولة أحد الأخوات جزاها الله خير الجزاها تقول لي حج على وش امتعب روحك وجاي تحتي والتدمريض عندك سكر وضغط وجلطة هي أقول هش تسوي البينة ما يخلينا واحد ما نقدر نسكت يا أختي العزيزة يلا يا أخوان نقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق